طيب بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا بعد طيب أيها الأخوة سنستعنف درسنا والآن مراجعة في الدرس الثالث الدرس الثالث نعم الدرس الثالث هنا بعنوان كلام الناس طيب انظروا إلى هذه الصور واحد اثنين ثلاثة اربعة نعم ستجدون قصة هذه مسلسلات من صور في الدرس الثالث في كلام الناس طيب مر رجل في الشارع راكبا حماره وتاركا ولده يمشي خلفه فقال الناس هذا الرجل غير رحيم ركب على الحمار وجعل والده الصغير يمشي راجلا سمع الرجل ما قاله الناس فترجل وجعل والده يركب ومر على قوم فقال هذا الولد لا يحترم أباه ركب على الحمار وترك أباه يمشي على قدميه سمع الرجل ما قاله الناس فركب مع والده على الحمار ومر على قوم آخرين فقالوا هذان الاثنان راكبان على حمار مسكين ليس في هذا رحمه ثم ترجل الوالد وولده وترك ظهر الحمار وسار إلى جانبه فمر على قوم فقالوا هذا الرجل غبي يمشي مع والده على الأرض ويدرك الحمار يمشي وحده فلا يركبه أحد عند ذلك قال الرجل لولده يا ولدي كلام الناس لا ينتهي ولو كان الحمار محمولا على أيدينا طيب هل فهمتم هذه القصة؟ انظر القصة هنا هنا انظر الآن أول شوف هنا الرجل يركب على الحمار ثم ولده صغير يمشي وهذا قال الناس انه هذا رجل مسكين كيف لا يرحم ولده الصغير ثم ثاني هنا يعني على عكس الوالد يركب على الحمار ونعم وترك والده يمشي وهو شيخ فهذا طبعا يعني لا يقل ما هذا الوالد الصغير اعيضا لا يقدر والده وكذا ثم اثنين وقال الناس كذلك هذا الحمار أصبح مسكينا كيف يركب رجلاني على حمار واحد فهو مسكين ثم هكذا كلام الناس لا ينتهي طيب مر رجل في الشارع راكبا حمارا ذا درزمناه مر رجل في الشارع راكبا حماراه سأران لتلقي مليواتي ساتو جالان سدان منايكي كلادائينا وطارقان والاده سيخالفه إيا meninggalkan anak-anak kecilnya berjalan di belakangnya فقال الناس مقا أرانك pun berkata هذا الرجل غير رحيم لخي اللقي لخيiron لخي لخي انه رماه لخيار راكبا حمارا لا ينمى لخي посмотр وضهی راكبا حماراzyst seorang laki-laki tadi mendengar kata-kata orang فَتَرَجَّلَ maka dia pun turun dan jalan وَجِعَلَ وَلَدَهُ يَرْكَبْ dan sekarang gantian anaknya naik مَاوَرْ وَمَرْ عَلَا قَوْمٍ فَقَالُ dan ketika melewati suatu kaum mereka pun berkata هذا الوَلَدْ لَا يَحْتَرِ مُعَبَاهُ anak kecil ini tidak menghormati abahu bapaknya رَكِبَ عَلَى الْحِمَارِ dia naik sendiri di atas dan meninggalkan ayahnya berjalan di atas kedua kakinya laki-laki itu pun mendengar apa yang ucapan manusia فَرَكِبَ عَلَى الْحِمَارِ kemudian dua-duanya pun naik bapak dan anaknya naik di atas keledai وَمَرْرَ عَلَى قَوْمٍ أَخَرِينَ فَقَالُوا mereka pun mendapati kaum yang lain dan mereka berkata هذا الوَلْإِثْنَانِ dua orang ini bapak dan anaknya رَكِبَانِ عَلَى الْحِمَارِ miskin naik di atas keledai kasian banget keledainya ini لَيْسَ فِيهَادَ رَحْمَةِ mereka tidak ramah atau tidak kasian terhadap binatang itu ثَمَا تَرَجَلَ الْوَالِدُوا وَوَلَدُهُ kemudian bapak dan anaknya itu pun jalan kaki وَتَرَكَ ظَهَرَ الْحِمَارِ dan tidak naik lakis di atas keledai وَسَارَ الْحِمَارِ جَانِبِهِ dan mereka berdua berjalan bersama-sama فَمَرْرُ عَلَى قَوْمٍ فَقَالُوا mereka pun melewati kaum yang lain فَقَالُوا mereka berkata رَجُلُوا غَبِ orang orang laki-laki غَبِ غَبِ يعni bodoh يَمْشِي مَأَوَالَدِهِ عَلَى الْعَرْبِ dia berjalan sama anaknya di atas tanah وَيَتَرُكُ الْحِمَارَ يَمْشِي dan mereka meninggalkan atau membuat keledai itu berjalan sendiri فَلَا يَرْكَبُوا أَحَدْ tidak ada yang nak menaikinya عَنْدَ ذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ لِوَالَدِهِ pada saat itulah bapak yang itu berkata kepada anaknya يَا وَلَا دِي وَهَيْ أَنَأْكُوا كَلَامُ النَّاسَ لَا يَنْتَهِ ucapan manusia itu tidak akan pernah berhenti وَلَاوْ كَانَ الْحِمَارُ مَحْمُولًا عَلَا أَيْدِهِ meskipun seandainya keledai ini kita angkat di atas tangan kita terima kasih أنكم قد سمعتم هذا الدرس ونرجو أن تستفيدوا من هذا الدرس درسا مهما للحياة طيب وننتهي بدعاء غفارة المجلس